بسم الله الحمد لله والصالح والسلام على رسول الله وعلى الله وصحبه ومن ولاه لفت انتباهي في هذا الاسبوع أنها نشرت تحت الصحف خبراً عن إقالة أعضاء هيئة مكافحة الفساد أو إحالتهم للتقاعد وهذا أمر خطير خاصة بعد ما قدم طلب للتحقيق في هذا الموضوع من مجلس الأمة وإن كان طلب التحقيق كان فيه تعديل وسوف يعاد لكن خمر أن الحكومة تدرس إحالة ما يقالب خمس أعضاء وهم أعضاء هيئة مكافحة الفساد لخلافهم مع الرئيس تدرس إحالتهم للتقاعد أو إقالتهم هذا فيه علامة استفهام ولا يمكن أن يقبل فيه إذا كان الأمر في خلاف أو مشاكل أو مادم وصل إلى مجلس الأمة وبحث وأن هناك لجنة التحقيق فيجب أن تتريث الحكومة وتقف ويقف الوزير لا يصدر أي قرار حتى يحال الجميع للتحقيق فينظر في الأمر مكافحة هيئة مكافحة الفساد كان ليديها خلاف قبل مجلس الأمة والحكومة لم تحل هذا الخلاف لكن أن يأتي التفكيل فيه قرار الإقالة أو الحل الانفرادي من الحكومة بعدما تقدم المجلس بطلب لحالتهم للتحقيق والنظر في المشاكل للدور هذه الهيئة يجب أن تكون هيئة مستقلة وربما من الخطأ أنها ربطت بوزير لكنها يفترض أنها هيئة مستقلة أما تتبع رئاسة مجلس الوزراء أو تتبع مجلس الأمة وهذا هو الصحيح أنها تتبع مجلس الأمة حتى لا يكون عليها سيطرة من أي أطراف وحتى تكون جهة فعلا رقابية كما ديوان المحاسبة جهة رقابية أما أنها تخضع لضغوط من أطراف حكومية أو أطراف خارجية ثم يقصى الأعضاء بسهولة بمجرد أن لديهم رأي أو خلاف أو كذا هذا أمر في خلل كبير وفيه أيضاً إقلال من هيبة هذه الهيئة الذي يستبشر فيها خير نحن نتحدث عن الفساد ومكاملة الفساد كل هذه السنوات فلما وجد هيئة تقوم بهذا الدور الآن أرادنا أن نقوض هذه الهيئة وسلطتها وقدرتها ونضعف من قدرتها على كارثة الساد كيف تريدون أن يكون لهذه الهيئة دور فاعل وهي تخضع لقرارات ارتجالية هذا أمر خطير أن تخضع مثل هذه الهيئة المهمة لقرارات غير مدروسة وارتجالية وتخرج مثل هذه الأخبار في الصحف أن سوف نوقي للهيئة سوف نسوي سوف نفعل هذا أمر في خطأ كبير إن صح هذا الكلام الذي نشر في إحدى الصحف إن كان هذا التفكير في مجلس الأسرة فهذا خطأ كبير وهذا يضع علامات استفهام أنكم لا توليدون من يكافح الفساد يجب للهيئة أن تستمر وإذا كان هناك خلاف يجب أن يحل من خلال لجنة التحقيق في مجلس الأمة ليعرف سواء الخلاف الخطأ عند الرئيس أو عند الأعضاء لكن لابد من إتمام المقترح الذي يقضي بتشكيل لجنة التحقيق في مجلس الأمة للنظر في المشاكل في هيئة الفساد ولا يجوز ولا يمكن ولا يقبل أي قرار حكومي ضد هيئة الفساد مونفرد بل هذه الأية يفترض أنها الكل فيها شركاء الشعب الكويتي أيضا ينظر إلى هيئة الفساد هيئة مكافحة الفساد على أنها هيئة سوف تنقذ البلد بإذن الله من الفساد أما أنها تخضع لأهواء حكومية فهذا خطأ كبير نحذر منه ترجمة نانسي قنقر